السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في الفصل الثاني في مساق ديجيتال سيستم ديزاين في هذا المساق سوف نتبع نفس التيتشينج وليرنينج استراتيجي السابقة من مفهوم ديليفري أو بريزنتيشن زائد لكتشور ثم نتطرق لديسكشن نامط إكسرسايزز زائد أنه حنضع نامط أو فيديوهات لتثبيت وترسيخ المعلومة بالنسبة للليرنينج استراتيجي طبعا تركيزنا هيكون على يعني كل العملية التعليمية سوف تكون محورات طالب وليس المدرس لهذا السبب أتمنى عليكم أن تأخذوا المسؤولية بشكل جدي زائد أنه التعلم التعاوني الكوبريتف ليرنينج والأكتف ليرنينج حيكون عندنا الكورس على الموديل زائد بعض الاستفسارات أو بعض الأسلة ممكن تطرح لها من خلال الفيسبوك ولكن الأساس هو الموديل بالنسبة لهذا المساق في عندنا الكورس ديسكريبشن إيش الأمور هنتناولها أو لهذا المساق طبعا حيكون تركيزنا على الأسينكرونوس أو قبل الأسينكرونوس هنتناول الريجيستر بأنواع الريجيستر في عندي ديفرنت ريجيستر طبعا حيكون عندي في ريجيستر ابقوا Dumontي افعليات وحيكون ن limits file transmisan resisted. ثم نتناول الكاونتر و يوجد عندي أدة أنواع من الكاونتر مثلا bellيتكلم على الكاونتر kunneتكون على الريب الكاونتر ، وإundyهورب الكاونتر كانت متنفى النوجة المتازمى وأتي على تداد التعاونج المتابعين وهناك البيات العملية المتعلن في لوجك واو وفي عندي مختلف طيب ثم هنتناول المموري بروغرامبال لاجيك ومن مفاهيم المموري بروغرامبال لاجيك في عندي راندم اكسس مموري زي الرام وعندي الروم ثم هنتطرق لالبرغرامبال لاجيك البرغرامبال لاجيك كمان بروغرامبال لاجيك ديفايس وفي عندي الكمبليكس كمان بروغرامبال لاجيك ديفايس وهنا نطرق لبروغرامبال جيت اري فبي جي اي في نهاية او بعد البرغرامبال لاجيك ديفايس هنأخذ شيء تاني بنسميه error detection and correction وهنا هنخص وهي جاي error detection and correction جاي من الparity code بنستخدم الparity code وخدنا سابقا برضه بالنسبة للparity code في عند الeven والاود parity لكن هنا بالنسبة error detection and correction هنوخذ الhamming code ثم هنتطرق لشيء هو زي الflow chart اللي بنسمي register transfer level RTL من الRTL هنوخذ الalgorithmatic state machine والfinite state machine طبعا finite state machine ثم هنوخذ الرace and large free design واخر جزية هنروح لها الasynchronous sequential logic circuit كيف نعمل design واناليسس كيف نعمل reduction بالstate يعني عندي مثلا seven states نفطر جدلا كيف هل ممكن seven states to be reduced to four or three حسب السؤال الموجود معي ثم هنوخذ الرace free state assignment واخذنا state assignment سابقا ولكن هنا هنوخذ مش state assignment هنوخذ انو ما يكون فيه race free او free race ما يكون عندي race بالنسبة للassignment the state assignment واخر جزية هنوخذ الhazard هذي الكورس description للمصاق البين ايدينا كورس objective احنا بدنا نقدر نعمل design different type of register counters هنومكن نطلب منك انو اعمل design registered حسب هكا bits register او counter كمان ونقدر نميز ما بين different type of registers او different counters نستطيع بانا نفهم الPLDs الprogrammable logic devices ونقدر نعمل distinguish between different PLDs لانو زي ما حكينا في description انو في عندي different PLDs وكيف نقدر نميز ما بين هنو الapplication لكل واحدة منها لما هنتناول برضو كمان زي ما حكينا بالdescription الregister transfer level RTL والfinite state machine design هذو 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 اقرب لمفهوم الflow chart كيف اقدر اعمل drawing ل timing diagram وعمل interpreting interpretation لهذا timing diagram اقدر افسر timing diagram الموجود عندي بغض النظر بنتكلم على register بنتكلم على flow chart بنتكلم على register بنتكلم على camper المهم كيف تقدر تعمل interpreting ل timing diagram نستطيع ثم نستطيع نحل ونصم combinational and asynchronous sequential circuit درب لك asynchronous سيكون عند هذه المتزامن يمكن في logic one اخدنا هو synchronized لكن هنا هنأخذ asynchronous sequential circuit ثم اذا ضل وقت في الفصل هنأخذ different integrated circuit ICs ونقدر نميز ما بين ICs الموجودات بين ادينا الشابطر السادس وهو اول شابطر في هذا المصاق هنأخذ الregister and counter في عندي الregister وفي shift register هنأخذ الكنتر asynchronous which is rebel counter و synchronous counter الغير متزامن هنا وهنا المتزامن في الشابطر الثاني هنروح ل او الشابطر السابع سبن هنروح للممر إذا عند البروغرام وبلجك تحت الممر وبروغرام بلاجك حنت تناول الرام وحنتناول الraw read access memory وread only memory ثم حنتناول programmable لاجك gate ونهاية الشابطر هنأخذ error detection زي ما حكيت هنأخذ الهامن كود هنطرق ل الهامن كود هاي في الشابطر السابع الشابطر الثامن هو مفهوم flowchart كيف نعم register transfer level يعني algorithmic state machine قابل ما نروح ل algorithmic state machine هنتناول annotations لأي rtl هيمور معنا ثم هنروح ل algorithmic state machine and data bath يعني حيكون asmd هنا state machine هنا لكن and data bath دات بتاعه هنا بدون data bath هنا حيكون with data bath وحنتشوف flowchart design نعمل flowchart لasmd ثم حنستخدم sequential binary multiplier يعني ممكن اقول لك صمم لي أو عطي لك float chart بنسب لأي sequential binary multiplier توجد control logic انك تعمل binary multiplier كيف description of that binary multiplier انك تعمل design ل binary multiplier using multiplexer animal using gates multiplexer ثم آخر جزئتين سنذهب ال race free design أو latch free design هذا آخر جزئتين ونشوف كيف نتعامل معهم الشابطر التاسع هو الasynchronous sequential logic غير متزامن طبعا هنأخذ ال design وهنعمل analysis procedure كيف نقدر نعمل تحليل الخطوات عشان نصمم asynchronous sequential logic طبعا هنا هنستخدم ممكن نستخدم latch أو نستخدم fill flips design procedure برضو احنا عملنا analysis بعد اخذ ال design عشان نصمم بعد التصميم حصل لflow table عشان نطل الflow table أو state table كمان طب كيف هكدر اعمل reduction بالstate أو free table واخر جزية وقبل الاخير انه state assignment ه يكون race free state assignment لل states assignment لل states انه قيمة يكون ش فيها race وحن نفهم مفهوم race لما احنا بننتقل نفترض بنتكلم على two bits بنتكلم 00 00 ما تنتقل ل one one مباشرة one bit at a time will be change هنشوف هاي حال في الشابطر التاسع الشابطر العاشر هو عبارة عن IC البوابات احنا بنعرف انها هي عبارة عن transistor اي بوابات هي عبارة transistor لكن بتعرف انه في عندي CMOS و TTL البوابات logic gate الموجود عندي يا ما الفابريكيشن بتاعها بيبقى TTL transistor transistor logic يا ما بيبقى complementary metal oxy CMOS واغلب الموجود عندنا في المختبر هي TTL ويمكن حكينا سابقا الفروقات ما بين TTL وال CMOS من ناحية sensitivity ومن ومن consumption and power etc اذا هذا الوقت هنروح لشابطر digital integrated circuit وبهذه الطريقة بنبقى بننهي Outlines الشباتر المخصصة لهذا الفصل ولكن وعندنا هناخذ أربع شباتر لكن الشابطر الأخير إذا بقى وقته هناخذه تقريبا ونشرح إيش الموجود فيه التكستبوك نفس الكتاب برضو هو مورس مانو لاخدنا سابقنا بلاجيك ون وحنبلش من الشابطر السادس إلى نصل الشابطر التاسع ثم العشر في عندي بعض رفرنس بوكس بتقدر ترجعو لهم إذا بدكم آخر جزئية وهي الـ عندي في الـ سيستم حيكون عندي عموركات 10% والكوزز علي يكون عليهم 10% كمان الفرس من التيرم حيكون علي 30% والساكن من التيرم حيكون علي 10% أي حال ممكن نعمل الفرس من التيرم من 30% والساكن من التيرم من 30% ونأخذ أعلى علامة من 10% وأوط علامة من 10% يصري أعلى علامة من 30% وأوط علامة من 10% وبهذه الطريقة بيكون عندي 60% والفاينل هو من 40% إذن هيكون عندي 100% علامة النظري دير بالك هي عبارة عن رب علامة المصار يعني هيكون من 75% واللبراتور هيكون علي الربع هو 25% علامة وبهذه الطريقة نقدر ننهي السلبوس للمصار تعنا ونلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة الأولى من هذا المصار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته